نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عدو التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي قافلة طبية مجانية بقرية أبو منع بحري التباع لمركز ديشنة بمحافظة قنة لتقديم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية والوصول لأكبر عدد من المستفيدين في المحافظات والقرى والنجوع من خلال 21 عيادة متنقلة تجوب 16 محافظة وتحت إشراف نغبة من الأطباء والمتخصصين وشملت القافلة تخصصات البطنة والأنف والأذن والعيون والعظام وتم الكشف على عدد كبير من الحالات وصرف العلاج وإجراء التحاليل المعملية وعمل نظارات طبية لبعض الحالات المستحقة بالمجان نحن طبعا بيشرفنا وجودنا النهاردة ضمن التحالف الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني نحن موجودين في إينا في مركز ديشنا في قرية أبو مناع بحري لخدمة أهالينا نحن معنا قافلة طبية ضمن مشروع أطفال أصحاء نخدم بيها أهالي أهالينا وأهالي منطقتنا في ديشنا في قرية مناع بحري ودي مش أول قافلة نشتغل فيها ضمن أو تحت مظلة التحالف الوطني نحن مستهدفين حوالي ألفين شخص نعالجهم النهاردة في عدة تخصصات معانا جلدية معانا تخصص أنفو أذن معانا تخصص عيون معانا معمل تحاليل للأطفال اللي بنستهدفهم اللي عندهم نقص سوق تغذية وبنبدأ نعمل معهم تدخلات على أساس أن نعمل لهم تحاليل قبلية وتحاليل بعدية نحن نشكر التحالف الوطني ونشكر جمعية راعي مصر للتنمية المشروعات نشكرهم جدا أنهم نزلوا عندنا هنا في القرية وتبع محافظة جينة نحن محافظة جينة مركز ديشنا في قرية أبو منع بحري نشكرهم جدا أنهم يوفروننا تخصصات كثير بطب ما يحتاجينها هنا في البلد